هجمات إيران على ناقلات النفط بدأت تخلف ردات فعل دولية أشد خشونة من المرات السابقة فبعد ضرب ناقلة النفط ميرسر سيتريت في بحر العرب لوحت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروما بالرد وفق عدة السيناريوهات محتملة توقعها خبراء أول هذه الاحتمالات هي الضربات العسكرية إذ أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تبين أن واشنطن آتت الضوء الأخضر لتل أبيب للرد وقد يكون هذا الرد على شكل ضربات مباشرة في إيران أو في مناطق نفوذها وخصوصا في العراق وسوريا وفي حال لم يترجم الرد إلى ضربة عسكرية فإن سلاح العقوبات الأمريكية جاهز وذلك ما قالته صحيفة هيل الأمريكية عندما ذكرت أن واشنطن قد تفرض قيودا أكثر صرامة على صيدرات النفط الإيرانية وعقوبات جديدة على برنامج الطائرات من دون الطيار والصواريخ الإيرانية أخف احتمالات الرد هو مطالبة إيران بدفع تعويض عن خسائر ضرب ناقلة النفط ميرسر سيتريت وإلزامها بهذا التعويض دوليا وعلى ذكر المجتمع الدولي فإن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن تل أبيب ستحاول إقناع مجلس الأمن ليس فقط بضرورة إدانة إيران لكن أيضا بفتح يد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء حاسم ضدها وما يؤيد احتمالية الرد على استهداف إيران لناقلة النفط أن الحادثة خلفت ردود فعل دولية واسعة شملت معظم الدول الأوروبية يأتي ذلك في وقت ترعى فيينا مباحثات الاتفاق النووي مع إيران التي ستزداد تعقيدا بعد الاستهداف الإيراني للناقلة النفطية انتظار الرد الدولي على إيران سيكون أول أزمة خارجية معقدة يواجهها الرئيس الإيراني الجديد براهيم رئيسي الذي ورث عن سلفه روحاني أزمات داخلية حادة وجوا خارجيا متوترا يجعل إطفاء حرائق سلوك النظام الإيراني أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا